حسناً الدرس الثالث أحياء متحمسون حسناً الأمر يشبه طبيباً يشخص المرض ثم يزيل الورم بهذا سيعيش الشخص مدة أطول بكثير مما لو تجاهل الورم أليس كذلك؟ إذن من الجيد أننا نناقش هذا صحيح؟ إذن لأفتتح هذا الدرس أريد أن أريكم فيديو قصير صنعه فريقي ببراعة لنشاهد سوياً هذا الفيلم القصير عن جاستين وأنجلة على موقع طوية المناديل صديقي أو لا تصديقي أعرف كيف أطول المناديل في أوبرا سيدني لا أصدق هذا حقيقي يمكنني أن أريك يوم السك مساء الخير هل أكلتم هنا من قبل؟ بالطبع في الواقع هذا هو مطعمنا المفضل لا أظن ذلك لم نأتي هنا من قبل حقاً هذا غريب حقاً؟ لا لا لم نأتي أوه لحظة واحدة أنا حقاً آسفة آسفة جداً لا مشكلة ما طلبك اليوم؟ أظن أنني سأطلب سالمون يبدو أنه رائع جداً إنه المفضل لي عظيم وأنت سيدتي؟ أوه أنا سوف أأخذ سمك في لي وأيضاً ستيك نيويورك وثمانية أقية من اللحم الناضج رائع هذا اختيار ممتاز شكراً هل أتقصدين؟ إنه قادم؟ نعم سيصل قريباً هل هو ولد؟ يا إلهي نعم أوه حبيبتي هذا أمر رائع هل قد وصل الآن مرحباً ما هذا؟ سماح الخير آسف على التأخير طلبت لك أشكرك أنت رائع آسف هل تعرفان بعضكما؟ نعم إنه حبيبي من الثانوية حبيبك من الثانوية وماذا يفعل حبيبك هنا؟ هل لجئت في وقت غير ملائم؟ حسناً نعم لا أنا حقاً لا أرى ما المشكلة يا جاستن نعم أنا حقاً لا أرى مشكلة هنا حسناً من أنت؟ حبيبي توقف أنت تحرجني قدت فقط ليلة واحدة جيدة في مطعمنا المفضل حسناً أولاً لم آتي هنا من قبل وثانياً ماذا يحدث؟ آسف حبيبتي على التأخير هل فتني أي شيء؟ حسناً أنا جاد الآن أنت أنت أبعد يدك عنها ماذا يحدث؟ فقط اجلس الأمور كلها بخير أنجلا هل؟ هذه مصحة ما؟ هل تقابلين هؤلاء؟ جاستن أنا أعرف هؤلاء الرجال من قبل أن أعرفك لحظةً ماذا؟ هل حقاً تغار عليّ الآن؟ أنجلا ربما نسيت نحن متزوجان وماذا في ذلك؟ فأنا أقضي معظم الوقت معك أنت وأحبك أكثر من كل أحبائي الآخرين فأنت المفضل لديّ دائماً المفضل؟ هل هناك أخرون لا أعرفهم؟ حبيبتي هل من مشكلة؟ النادل أيضاً؟ لا يا دنس أنا لا أصدق جيد سيجهز الطعام حالاً حسناً أنجلا أنجلا اسمعي هؤلاء سيرحلون؟ وسنتحدث انتهينا لا أصدق هذا أنت الشخص أنني جداً لماذا تريد دائماً أن تكون محور كل شيء؟ أفسدت مطعمنا المفضل معذرةً أسفة نعم لم آتي هنا من قبل شكراً لك شكراً هذا سلم رائع هل تقدمت لخطبتها أيضاً؟ حسناً حسناً؟ هذا مضحك إنه أمر مضحك هل يمكننا أن نتحدث عن هذا الأمر؟ إنه يبدو مثيراً للعجب يصعب أن يكون حقيقياً لكن اسمحوا لي أن ألعب دور محامي أنجلا لدقائق قليلة موافقون؟ حسناً؟ جاستن هو المفضل؟ إنها تحبه أكثر من كل الرجال الموجودين أليس كذلك؟ وأكثر من الرجال الذين لم يأتوا لاحتفال عيد ميلادها إنها تحب جاستن جداً صحيح؟ ألا تقضي معظم الوقت معه؟ فهي ربما تقضي خمسة أو عشرة بالماء من الوقت فقط مع رجال آخرين أليس هذا صحيحاً؟ أليست زوجة رائعة؟ كان من الممكن أن تكون زوجة تافهة تذكر أنجلا ذكية وهي دائماً متفوقة كان من الممكن أن يتزوج تافهة لا تنظم البيت ولا تطهو وليست ذكية؟ ميزاتها كثيرة كل ما عليه هو أن يشارك رجال آخرين فيها ربما خمسة بالماء من الوقت فكروا هيا نفكر في هذا الأمر هذا الكلام الذي أقوله الآن يبدو كوميدياً أليس كذلك؟ لدينا فتاة لم يخبرها أحد أنه حين تدخل في عهد في زواج مع رجل فإنها تودع كل باقي أحبائها هيا دعونا نحول هذا إلى أمر حقيقي حين ترتدي فتاة ثوباً أبيض وتسير في رواق الكنيسة في الزفاف تعلمون أنها توصل رسالة؟ أتعلمون ماذا تفعل؟ إنها تودع كل رجل على الكوكب عدا من ينتظرها هناك إنها تقول أنا لن أدخل في أي علاقة رومانسية مع أي رجل آخر وأنا أقطع كل العلاقات القديمة صحيح؟ حسناً لن يحب أحد أن ينتزوج بفتاة مثل أنجلة صحيح؟ لنكن صديقين لماذا نظن أن يسوع سيأتي ليأخذ عروساً مثل أنجلة؟ فكروا نحن عروس المسيح صحيح؟ دعوني أقرأ من أفسوس أسحح خمسة فكما يقول الكتاب لهذا يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته ويصير الاثنان جسداً واحداً هذا السر عظيم اسمعوا جيداً وأنا أقول إن هذا ينطبق على المسيح والكنيسة إذن منذ بدء الخليقة قصد الله من عهد الزواج أن يوضح لنا علاقتنا بعريسنا يسوع المسيح أترون هذا؟ لهذا يقول يعقوب أيضاً وهو يكتب للمؤمنين للمؤمنين فقط خمسة عشر مرة في رسالته يقول إخوتي رسالته ليست مكتوبة للبشرية كلها بل إلى المؤمنين فقط يقول لهم في رسالة يعقوب الأصاح الرابع من العدد الثالث إلى التاسع تطلبون بدوافع خاطئة لكي تستغلوا في لذاتكم أيها الخائنون ألا تعلمون أن مصادقة العالم تعني معادات الله؟ سأقولها مرة أخرى الذي يريد العالم صديقاً له يجعل نفسه عدواً لله نقو قلوبكم أيها المتقلبون أي قلوبكم منقسمة بين الله والعالم ما أوضح هذا الكلام؟ من الواضح أنه يتحدث إلينا نحن الذين في وضع يشبه عهد الزواج يوجد عريس وعروس يسوع يمثل العريس ونحن نمثل العروس أتفهمون؟ يتحدث يعقوب إلى المؤمنين فقط كما قلت من قبل هل يبالغ يعقوب هنا حين يدعو الناس الذين قلوبهم منقسمة بين يسوع والعالم خائنين؟ لا يمكن الكتاب لا يبالغ ما معنى يبالغ؟ هل سمعتم أباء يقولون لأطفالهم إن أخطأت سوف تعاقب؟ في أول مرتين يكون الطفل هكذا ثم يقرر أن يختبر والديه ولا يحدث شيء فيقول الطفل إن أبي لا يعني ما يقول حسناً الله يعني ما يقول ويقول ما يعنيه يجب أن نتذكر هذا صحيح؟ حسناً لاحظ أنه يقول خائنين ثم يقول إن هذا الكلام صعب بعض الشيء يقول أنتم تدخلون في علاقة مع العالم مثل أنجلا التي دعت أحباءها على العشاء فتصبحون أعداء لله لا يريد الله أن يكون عدوا لأي واحد فينا خاصة أولاده مثال أمريكا في الحرب العالمية الثانية لم ترد أن تعادي اليابان لكن اليابان عندما قصفت ميناء بيرل هاربر فجعلت نفسها عدوة للولايات المتحدة هذا ما يقصده يعقوب أتفهمون؟ حسناً لاحظوا أنه يقول خائنون ترون هذه الكلمة مجدداً قال أيها الخائنون الكلمة اليونانية مؤنثة فالترجمة الأفضل لهذه الكلمة هي زواني في ترجمة فاندايك وكينج جيمس يقول الزناتة والزواني أظن أن مترجم الكتاب خاف أن تشعر النساء بأن يعقوب يشير بإصبع الاتهام إليهن لهذا جعلوا الكلمة مذكرة لكنها في الأصل زواني وأنا أفضل هذا لأنه مناسب لسياق الكتاب لاحظوا أنه في العهد القديم كله يصور الله نفسه زوجاً وإسرائيل زوجته فمثلاً يقول في سفر إشعياء لأن رجلك هو خالقك رب الجنود اسمه وفي حسقيال سأدينك كما تدان زانية وفي إرمية ولكن كما تخون مرأة شريك حياتها هكذا خنتمون يا بيت إسرائيل مرة أخرى يصور إسرائيل كزوجة تترك زوجها يقول الله وانظروا إلى هوشع كانت حياته كلها عظة توضيحية حين تزوج جومر الزوجة غير المخلصة وفي العهد الجديد تجد يحنى المعمدان يقول العروس للعريس أما إشبين العريس وهو هنا يتحدث عن نفسه فيقف منتظراً أن يسمع صوته انظروا إلى يسوع يقول هذا الجيل الشرير الفاسق أي الزاني يبحث عن برهان وهنا أيضاً الكلمة مؤنثة يشير بولوس إلى أن يسوع هو العريس ونحن العروس أترون هذا في كل الكتاب؟ يسوع العريس ونحن العروس الآب العريس وإسرائيل العروس هل ترون هذا؟ إذن من المهم جداً أن أقول هذه العبارة لكي تفهموا ما سوف أقوله في العهد القديم اتهام إسرائيل بارتكاب الزنة أمام الله كان دائماً مرتبطاً بوثنيتهم أتفهمون؟ إذا درستم هذا الأمر تجدون الله يقول أنت زانية لأنك تعبدين الأوثان والآن المشكلة هي حين نفكر في الوثنية تعرفون ماذا نفعل؟ نحدها بالتمثيل والمذابح والهياكل حسناً بهذه الأمور فقط فنقول نحن في أمريكا لا يوجد وثنية لدينا في الكنيسة الحديثة اليوم عبادة أوثان أكثر مما كان لدى بعض هذه البلاد التي كان فيها هيكل وتمثيل دعونا نقول ما هي عبادة الأوثان لأقولها أريد أن أعود إلى رسالة روما أصح واحد وسأقول شيئاً قبل أن أعود لرسالة روما الزنا الروحي هو الوثنية حسناً والوثنية هي الكريبتونايت الذي نعرفه وسأريكم كيف يجتمع هذا كله وستجدون أن الأمر واضح في الكتاب المقدس أريد أن أقول إن الأمر تطلب ثلاثة دروس لكي أعرف الكريبتونايت إنه الوثنية حسناً ما كان يجعل الكريبتونايت يهزم سوبرمان هو أنه صعب إدراكه لذا دعونا نرسم صورة للوثنية ولنفعل ذلك دعونا نعود إلى رسالة روما أصحاح واحد واثنين في أصحاح اثنين ليس لدى بقية الأمم شريعة الله لكنهم حين يفعلون بطبيعتهم ما تأمر به الشريعة فإنهم شريعة لأنفسهم وهم بهذا يبينون أنهم يعرفون في قرارة نفوسهم متطلبات الشريعة كما أن ضميرهم شاهد عليهم وتتسرع أفكارهم فإما أنت دينهم أو أنت أيدهم انظروا إلى أطفالنا وهم صغار جداً قبل أن نقول لهم الله يضرب إخوتهم عندما يضرب الطفل أخاه ينظر نظرة مليئة بالشعور بالذنب وكأنه يقول لقد ارتكبت خطاء كبيراً لم نقل له إنه من الخطأ أن يضرب إخوته لكنه يعرف لماذا؟ لأن عمل النموس مكتوب في قلوبنا إذن لننظر إلى روما أصح واحد يقول بولوس عن البشرية كلها المعرفة عن الله واضحة لهم لأن الله جعلها واضحة لهم أي لغير المؤمنين كلهم جعل الله معرفته واضحة هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org يستطيع الإنسان أن يدرك صفات الله غير المرئية كقوته السرمدية وأولوهيته من خلال الأشياء التي خلقها ولهذا فإن الناس بلا عذر انظروا إلى كلمة واضحة وجعلها واضحة انظروا إلى بلا عذر هل قابلتم شخصا حين يسمع هذا يقول حسناً وماذا عن الأفريقي الذي لم يسمع البشارة؟ ها هي الإجابة جعلها الله واضحة وكل من يصرخ طالباً معرفة خالقه سيحصل على البشارة يحاولون الحصول على عذر لما يعرفونه إذ يرفضون ما في قلبهم أتفهمون؟ حسناً يكمل بولوس فقد عرفوا الله لكنهم لم يعطوه ما يليق به من إكرام أو يشكروه بل أظلمت أفكارهم الغبية ادعوا الحكمة إلا أنهم صاروا أغبياء واستبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بصور تشبه الإنسان والطيور والدواب والزواحف ألفانية حسناً بناء صور الأصنام ليس ما يركز عليه بولوس على ما يركز رغم أنهم يعرفون الله لم يعبدوه كإله سأقول لكم لماذا نتعثر بسبب تعريفنا للعبادة حين نفكر في العبادة اليوم نفكر في ماذا؟ نفكر في إنشاد ترنيمة هادئة جميلة نطفئ الأنوار ونستمتع بإنشاد ترنيمة جميلة ليسوع هذه ترنيمة تعبدية لكنها ليست عبادة يجب أن تتغير الكيفية التي نرى بها العبادة وتصبح كتابية كمؤلف لعشرين كتاباً حين أقدم مصطلحاً في كتاب معظم الناس غير معتدين عليه يجب أن أستخدمه في توضيح يشرحه بوضوح حين أستخدمه أول مرة الله يفعل هذا عندما يستخدم مصطلحاً لسنا معتدين عليه يعطينا تعريفاً له أول ظهور لكلمة يعبد في تكوين 22 عندما قال إبراهيم لخدميه سنذهب أنا والصبي أي إسحاق إلى ذلك المكان لنسجد أي لنعبد ثم سنعود لم يكن صاعداً ليرنم ترنيمة هادئة ماذا كان سيفعل هناك؟ كان صاعداً لينفذ كل ما قاله الله الله قبلها بثلاثة أيام قال الله قدم ابنك ذبيحة وقد كان يطيع الله لذلك قال الله لبني إسرائيل لقد سئمت ترنيماتكم سئمتها إنها تزعجني بسبب طريقة عيشكم أنتم لا تطيعونني العبادة الحق هي طاعة لله حسناً وبهذا المفهوم لنقرأها مجدداً عرفوا الله لكنهم لم يعطوه ما يليق به من إكرام أي طاعة أو يشكروه نشعر فجأة أن لدينا أشياء لدينا ضوء الشمس ولدينا أمطار لقد توقفنا عن إدراك البركات الأرضية وإدراكوا أن الله القدير هو الذي منحنا هذه الأشياء الجميلة إذن هل عدم الطاعة وعدم الشكر وعدم الامتنان هو السبب في الوثنية حسناً لذا إن أكملنا القراءة كانت شهوات قلوبهم شريرة فتركهم الله يمارسون النجاسة الجنسية حسناً يستحق التسبيح والكرامة إلى الأبد آمين ما يقصده بولوسه أنكم الآن سوف تطيعون ما هو تحت اللعنة وسوف تقومون باستبدال الحق عن الله بالكذب ستقومون بإخفاء الحق حرفياً وستقبلون ما هو كذب على أنه الحق أتفهمون؟ حسناً إذن ما يحدث هو ما نشعر أنه حكمة هو في الحقيقة حماقة ما يعتبر عادياً ليس عادياً على الإطلاق يستمر هذا إلى أن يقال عن الصلاح إنه شر وعن الشر إنه صلاح أترون هذا؟ هذا ما سوف نقرأه لهذا السبب تركهم الله لم يتهمهم الله بل تركهم تذكروا هذا الخليقة كلها تحت اللعنة عندما خلقنا الله في الجنة كان كل شيء جميلاً وكان كل شيء متناغماً أليس كذلك؟ عندما عصى آدم الله تدخل رئيس هذا العالم أي إبليس صحيح؟ وأصبحت الأمور الصالحة ملعونة ما يعتبر صلاحاً هو في الحقيقة حماقة لذا تركهم الله لرغباتهم المخزية لأن رغباتهم وبوصلتهم الأخلاقية أصبحت منقوصة الآن لاحظوا سأقول نقط نقط تركهم الله لرغبات بالمخزية نقط نقط سأتحدث عنها لاحقاً يعرفون حكم الله العادل على الذين يمارسون مثل هذه وهو الموت ومع ذلك يعلنون أيضاً استحسانهم للذين يمارسونها أترون هذه النقط؟ أريد أن أقول إن هناك 137 كلمة في هذه النقط لننتقل إلى الشاشة التالية سأريكم هذا في هذه الكلمات 137 لدينا كل هذه الإساءات الموجهة لله ترون الكراهية والقتل والشجار كما ترون العناد أيضاً وعدم الوفاء بالوعود هذا هو السلوك الناتج عن عدم طاعة الله عن الوثنية تذكروا أن أساس الوثنية هو عدم طاعة ما يريدنا الله أن نفعله نرفع مستوى رغباتنا فوق مستوى ما يقول هو إنه صالح لنا فنحدد نحن ما هو مناسب لنا أترون هذا؟ يقول الله أنا سأترككم لبوصلتكم الأخلاقية التي تحت اللعنة كلها ملتوية والآن سوف ترون الصلاح شراً والشر صلاحاً إذا نظرتم إلى هذه الإساءات ستلاحظون أنها 22 وبسبب خلفية الهندسية قلت حسناً يبدو لي أن الله يتحدث عن واحدة منها أكثر من البقل سأريكم النسبة المأوية لهذه الكلمات الكثيرة شاهدوا 43.1% من هذه 137 كلمة عن الشذوذ الجنسي القتل 1.9 التعن في الظهر 1.9 كرهية الله 1.9 عدم الرحمة 1.9 لماذا هذا؟ هل يميز الله الشذوذ؟ لا يقول الله إن هذه علامة النهاية حين يبدأ الشذوذ الجنسي يرتفع في دولة ما أو في مجتمع ما هذه علامة على أن هذا المجتمع قد اندفع نحو عبادة الأوثان قائلاً لله أنا أعرف ما هو أفضل لي أكثر مما تعرف أنت لذلك سوف أطيع غرائزي الشخصية لكن غرائزي أصبحت معيبة إنها تحت اللعنة لأنه لا يوجد من يعرف الأفضل لنا أكثر من خالقنا إذن ما يحدث الآن هو أننا نبدأ الآن أتفهمون؟ نحن نبدأ بالاعتراف بالأمر ثم نتدرج نعترف بالشذوذ الجنسي أو الانحراف ثم نؤيده وبعد ذلك نشجع على ممارسته انظروا إلى ما فعلته الولايات المتحدة لقد سلكنا في هذا الاتجاه نحن نشجع في الرسم البياني الجغرافي الوطني ليناير 2017 الجغرافيا الوطنية قدمت مقالا كاملا كان معظمه يتحدث عن موضوع كان من أبرز المواضيع عن الثورة الجنسية وقدموا فيه خمسة عشر نموذجا ليمثل الحالات الجنسية المختلفة التي اختارها البشر خلقنا الله ذكرا وأنثى وجعل الناس الأمر حقا من الحقوق المدنية لا حسنا كان أمرا يخص لون البشرة إلى آخره لكن ما يحدث الآن هو أننا كمجتمع لا نعترف فحسب ولا نؤيد أو نوافق فحسب بل نشجع الناس على السلوك هكذا إذن الأمر ليس أن الله يميز الشذوذ أو الناس الذين بلا أخلاق أو الزنات وكل هذا إنه يقول فقط إن علامة الساعة هي أننا شعب تزداد وثنيته والوثنية تعني ابتعد يا رب أعرف ما أحتاجه لا أريد أن أعبدك لا أريد أن أطيعك ضعوا طاعة حين تسمعون عبادة سوف أطيع ما أعتقد أنه الأفضل لي ثم يجيب الله ويقول سوف أتركك وعندما أتركك هذا هو الاتجاه الذي ستسير فيه إذن كما ترون هذا موضوع خطير للغاية هذا الموضوع الذي نراه الآن إنه علامة على النهاية إذن السؤال الآن كيف تنطبق هذه الوثنية على المؤمنين لأنني سأريكم في الدروس القادمة أن الوثنية منتشرة حتى بين المؤمنين وهذا هو الكريبتونايت الذي كان يتحدث عنه بولوس مع أهل كورينثوس لم يقصد الخبز وعصير العنب بل الوثنية وسأريكم هذا في الدرسين القادمين هل تستفيدون؟ حسناً أراكم في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة